الـ 35 مليون اللي زادوا من 2000 لـ 2020 دول خلونا ان بعد ما كان الدعم بتاعنا في الدولة في سنة 2015 مليار اصبح النهاردة 326 مليار الزيادة الكبيرة اللي حصلت في 20 سنة بمعدلات ونسب نمو عالية جداً في السكان خلت الدولة تضطر الى زيادة معدلات طبعاً الدعم عشان نحاول ان احنا نغطي فقط بعض الاحتياجات الاساسية لكل مواطنين واحنا عارفين انها ليست برضو ده كله على نفس المستوى اللي احنا نتمنان نديه الاهلينة في كل حتة في مصر ولكن حضركم تشوفوا حجم الدعم تضاعف قد ايه في 20 سنة فقط نفس الكلام ان احنا النهاردة نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة بعد ما كان الفرد بياخد 227 جنيه فقط في 2000 بقينا النهاردة بنصل الى 3230 جنيه لكل فرد النهاردة بقى متوسط نصيب الفرد من الانفاق العام كان 1700 جنيه في 2000 بقينا النهاردة 22700 جنيه ده كل ده واحنا بنحاول ان احنا نلاحق والدولة بتبزي المجهود غير عادي في اربع او خمس سنوات ماضية وبنبدأ نضاعف من موازناتنا ونعمل كل ده وبنحاول ان احنا بنوري حجم النمو الهائل النهاردة عشان نقول بقى نصيب الفرد من الانفاق العام قد ايه وبرضو كلنا بنقول ما زال الطريق طويل وما زال لدينا تحديات كبيرة محتاجين ان احنا نحسنها في خلال المرحلة القادمة الانفاق على الصحة بعد يعني ما كنا بننفق تمانية وتلاتة من عشر مليار في عام 2000 النهاردة وصل الى تلاتة وتسعين ونصف مليار جنيه في عشرين وواحد وعشرين الانفاق على التعليم بنوعيه التعليم المقابل الجامعي والتعليم العالي بعد ما كنا عشرين واربعة من عشر بقينا مية تمانية وخمسين مليار يمكن دي احصائية مهمة جدا حاولنا ان احنا نعملها بتقول ان الدولة بتصرف قد ايه على المواطن لغاية لما يصل عمره الى عشرين سنة اللي احنا بنقول عليهم فئة النشق من المواطنين وجدنا ان حاليا النهاردة دول بيعدوا من عدد سكان مصر اربعة واربعين وسبعة من عشر مليون نسمة احنا لما عملنا الحزبة وجدنا ان احنا بننفق على كل واحد من هؤلاء النشق اللي هم مستقبل هذا الوطن تلاتةاشر الف ومئة جنيه سنويا لكل واحد من دول ده الدولة بتنفقهم على الخدمات اللي قدام حضراتكم بالارقام سواء خدمات تعليمية رعاية صحية حماية اجتماعية تحسين جودة حياة كنصيبه في المرافق والخدمات اللي بتتعمل رعاية شبابية وثقافية يعني بنتكلم ان المواطن ده بنفضل كدولة بتنفق عليه فعليا تلاتةاشر الف جنيه سنويا ما بين الفترة ما بين اول ما يتولد لغاية لما يوصل الى عشرين عام لما بنضرب الاربعة واربعين وسبعة من عشرة مليون نسمة في الرقم المتوسط السنة دي بالفعل اللي محطوط في الموازنة او اللي الدولة النهاردة بتنفق بتحتصرفه على الفئة العمرية من صفر الى عشرين عام هو خمسمية خمسة وتمانين مليار جنيه متوزعة قدام حضراتكم على كل الخدمات بالصورة اللي انا بقولها لحضراتكم خمسمية خمسة وتمانين مليار جنيه لفئة عمرية وبرضو احنا كلنا بنقول ما زال ان ده مش اللي احنا بنأمله هذه الفئة ولو عندنا قدرات اعلى كنا عملنا اكتر واكتر واكتر